ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين قال لو حبست أصلها وسبلت منفعتها وهذا هو أصل الوقف في الإسلام كما أنه أيضا داخل في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذن الوقف الحقيقي هو صدقة جارية متتالية نافعة والإنسان مسجن أو ميتا في قبله تأتي هذه الأجور تترى لا يدري من أين جاثية من عمله وقف ربما مئة ريال أو ألف ريال دفعها في بعض الأوقاف فظلت تنمو يتعلمها المعلم ويتعلمها المتعلم ثم يتناقلها الجميع حتى تصل أجيال بعد أجيال غير هذا الوقف القائم الذي لا زال يربي المعلمين أو عفوا يقوم بأمر المعلمين ويربي ويعلم أولئك المتعلمين أفضال وفضائل عظيمة متتابعة متتالية نسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع